تغانفجار ساحة السبع بحرات في وسط العاصمة السورية دمشق على ما عداه من تطورات النزاع الميداني المتواصل بين جيشي النظام والحر التفجير نجم عن سيارة مفخخة انفجرت قبلة المصرف المركزي السوري في الشارع المتفرع من ساحة السبع بحرات المؤدي إلى ساحة الشهبندر قرب مدرسة سليم بخاري وأدى في إحصائية أوردها التلفزيون السوري الرسمي إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وسقوط ما يفوق الخمسين جريحا بينهم عدد من الأطفال وعدى عن الحريق والأضرار المادية التي خلفها تسبب الانفجار بفوضى عارمة في المنطقة وبحالة هلع لا سيما بين طلاب المدارس وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني والإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فيما فردت السلطات المختصة طوقا أمنيا حول المنطقة هذا العمل توقيته نتيجة الإنجازات الهائلة التي أنجزها الجيش العربي السوري سواء كانت يريف دمشق أو كل المحافظات السورية هذا العمل لن يثل الشعب السوري عن مواصلة المقاومة هذه اللوحة المؤلمة الألم والجراح والدم بالمقابل هناك لوحة جميلة يجسدها الشعب السوري بتلاحمه مع الجيش ومع القوى والأجهزة المعنية قوى تنظر في عيونه دائما هي ملامح المقاومة ملامح النصر القادم إن شاء الله الذي لن يفصل عنه إلا خطوات هذا ونفت سانا حدوث أي اشتباكات كما أوردت بعض القنوات الشريكة في سفك الدم السوري على حد تعبيرها لافتة إلى أن بعض معناصر الأجهزة المختصة أطلقت بعض العيارات النارية لفتح الطريق وإبعاد المواطنين عن المكان وإفساح المجال أمام سيارات الإطفاء والإسعاف لإنقاذ المصابين بشر سوريا كل ماء يذكروا أن ساحة السبع بحرات كانت طوال الأزمة السورية شاهدا على المسيرات المليونية التي جابت أرجاءها تأييدا للنظام ودعما للرئيس بشار الأسد حتى أن معارضي النظام سموا الساحة بساحة المؤيدين ولساحة السبع بحرات أهمية خاصة حيث إنها تتوسط العاصبة السورية دمشق وتعرف بمركز المال والمصارف وفي زاويتها البنك المركزي السوري وبجانبه توجد مباني وزارة المال وفي الشوارع المتفرعة منها توجد معظم إدارات البنوك السورية العامة التجارية وحتى العقارية وغيرها وعلى مدى سنوات كان مقر رئاسة مجلس الوزراء السوري فيها قبل أن ينتقل منذ نحو سنتين إلى مبناه الجديد في كفرسوسة وسميت الساحة بهذا الاسم لوجود سبع نافرات تضمها إضافة إلى جمال هندسة المباني المحيطة بها التي يعود معظمها إلى أواخر النصف الأول من القرن العشرين وتعد من أجمل وأرقى ميادين وساحات دمشق العامة ترجمة نانسي قنقر